السلام عليكم. موضوع المحاضر النهاردة هو عن الكونديشن. هتلاقيين في الاوتلاين بتاع الكورس بتاعنا احنا في المرحلة التالتة في الكونديشن. وهتلاقي فيه تلات حاجات النهاردة هنغطيهم. اول حاجة ان احنا هنسأل اليوزر ان هو يدخل امبوت وهنخرج اوتبوت على اساس الامبوت اللي هو دخله. تاني حاجة ان احنا هنختار حاجة من حاجتين وهي عن طريق الف الف. تالت حاجة از عندنا اكتر من حاجتين نختار ما بينهم فلازم هنستخدم الف والالس الف والالس. احنا شفنا ازاي نطبع حاجة باستخدام الامر print. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نقدر نستقبل من اليوزر. احنا عايزين نسأل اليوزر ان هو يدخل لنا اي دي وهنفترض ان الاي دي دوت انتجر. وازا ما دخلوش انتجر هنحوله الانتجر. زي ما احنا هنشوف دلوقتي هنعرف ان فيه عندنا فيه variable هنسميه read underscore number مثلا. بعد كده هنقول ده بيساوي. انت ده عشان يحول اي حاجة هتجيه للانتجر. بعد كده نفتح قوس عشان ناخد حاجة من اليوزر هنقول input. نفتح قوس ونقف القوس وبعد كده نحط الاتنين ونسأل اليوزر السؤال. هنقول له بعد كده العامة تستفهم وبعد كده slash n عشان ننزل ع السطر اللي بعده. وبعدين بقى نقول له print. نقول له بقى يور اي دي. از. وبعدين نعمل للفاريابل. بعد كده نعمل ران. فهتليس قالنا السؤال هندخل الرقم. وبعد كده هندوس انتر. فقال لك يور اي دي از الرقم دوت. ازا احنا عايزين نكتب الرقم ده جنب السطر مسلا بعد از. هناخد السطور ده ازاي ما هي. وبدل ما هناخد الرقم على اساس انه هو انتجر هنحوله. وبعدين هنعمل هنا بلاس. وهنا ريد. نعم. وهندوس انتر. فهتلاقي اسألك الرقم هندي له مسلا اي رقم. فقال لك يور اي دي از الرقم اللي. خلينا نتخيل مسلا ان احنا عايزين نسأل اليوزر ان هو يدخل لنا رقم. والرقم ده هيبقى او احنا هنحوله الفلوت. وبعدين هنشوف الرقم ده ازا اكبر من تسعين. هنقول ان النمبر وازا الرقم ده اصغر من تسعين هنقول ان النمبر ازاي نكتب بقى الكصة دي. فاول حاجة هنعرف ان في عندنا فيه اسمه بعد كده هنقول ان هو بيساوي اي رقم هيجي لنا هنحول له فلوت. فكده نفتح قوس ونقف القوس. ونقول جواه ان احنا عايزين نستقبل اللي هو دوت. وبعد كده نفتح قوس ونقف القوس ونكتب جواه السؤال. ونبتدي نسأل اليوزر نقول له بعد كده علامة استفاهم. ننزل على السطر اللي بعده. والاف كونديشن بتكتب بالطريقة اللي قدامنا ديت. هنقول الاول اف. وبعد كده لازم نخط النقطتين ديت. وبعدين هنطبع نعمل ونقول ان ايه? وبعد كده كمان ممكن نطبع الفرياب. ما ننساش ان اللارج نمبر دوه تكست. واحنا عايزين ايه? نحط على امتين التنصيص. طيب تمام ازا برضو لازم بعد الالس نحط النقطتين ديت. ناخد السطرين ديت زي ما هم. وهنكتب دوت نعمل ران. بيقول لك فهندخل له مسلا واحد وتسعين وندوس قال لك وخرج. ازا عملنا ران تاني لنفس البروغرام فقال لك ندخل له مسلا ستة وستين فقال لك وخرج. خلينا نشوف مسلا ازا عايزين نسأل اليوزر انه هو يدخل لنا رقمين. وازا الرقمين اكتر من تسعين هنقول لنا الرقمين اكتر من تسعين. ازا واحد فيهم اقلي من تسعين هنقول لنا الرقمين مش اكتر من تسعين. ازا ينامل القصة دي? بحيث ان احنا نستخدم والاور ونشوف الكصص ديت. فهناخد الرقم وهناخد هنسمي فيه وهنقول ازا الـ is the variable one. and the variable two. الاتنين greater than 90. هنقول large numbers. else هنقول post of them are not greater than 90. ومش محتاجين نعمل print للـ variable one. وتعالا بقى ايه نشوف الكصة ديت. نعمل نحط واحد فيهم بواحد وتسعين اكتر من تسعين والتاني مسلا ستة وتستين. الفرض هيطلع لك الرسالة التانية. عاوزين نسأل اليوزر ان هو يدخل لنا رقم. وزا الرقم ده مسلا اقل من اربعين هنقول انه very small number. ازا الرقم ده اكبر من اربعين واقل من ستين هنقول small number. وزا الرقم ده مسلا اقل من تمانين واكتر من ستين هنقول medium number. وزا الرقم دوت اه غير كده هنقول large number. كأنه فاضي لوجيك آآ كود مسلا. ازاي نعمل القصة ديت? اول حاجة هنعرف ان في عندنا مسلا فيه و بعد كده هنقول بيساوي. علشان احنا عايزين الرقم اللي يجدنا هيبقى فهنحول اي رقم هيجدنا نفتح ونقف القوس. وبعد كده عايزين نستقبل من يوزر فهنقول ونفتح قوس ونقف القوس. بتدي نسأل اليوزر السؤال. قول له بليز. انتر آآ نمبر بعد كده سلاش ان. اول عندي ان انا هسأل الفاريابل دا تقولنا ازا اقل من اربعين. نحط النقطتين. وبعدين نبتدي نكتب وفري سمول نمبر. بعد كده الفاريابل ون دا اقل من ستين. فهنقوله برينت سمول نمبر. اذا الشرط ما اتحققاش هنقول الفاريابل ون اقل من تمانين. هنقول برينت. ميديم نمبر. غير كده. هنقول برينت. نعمل ران. ها عشان نسينا نحط النقطتين. نعمل ران. فهنقول مسلا سبعة وسبعين. فعال لك ميديم نمبر. نعمل ران تاني. نقول له مسلا مية. يقول لك لارش نمبر. ازا قلنا مسلا عشرين. هيقول لك سمول نمبر او فيري سمول نمبر. احنا في البروجرام دا كتبنا اتنين بس انت تقدر تكتب مسلا مية تكتب عشرين يعني دا هي فيها شبه لحد ما من السويتش. وبكده يبقى خلصنا المحاضرة دي.